مرحبا حبيبي أصحاب برج الجوزة شلونكم إن شاء الله تكونوا بخير اليوم راح نقرأ توقعات برج الجوزة أقم ممكن تمتد للأسبوع الثالث أيضا وممكن تمتد للشهر كله لأنه إحنا نقرأ طاقة فلا تحددون الطاقة بوقت ممكن الأحداث تمتدوا إياكم قبل ما نبدأ القراءة اشتركوا بالقناة إذا شنتم ما مشتركين وسووا لايك إذا عجبتكم القراءة وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات وكتبوا لي شون القراءات الجاية اللي حابين نسويها أو الفيديوهات سواء كان اختار كرت أو اختار حرف كتبوا لي بالتعليقات أنا راح أقرأ وأشوف أكثر الأشياء اللي أنتو طلبتوها من أكثر من الشخص وراح أسوي لكم الفيديو اليوم راح نقرأ توقعات برج الجوزة راح نقرأ الطاقة العامة لبرج الجوزة نقرأ الصعيد العاطفي الصعيد العملي الصعيد الصحي والصعيد العائلي يعني ممكن نقول حالة حالة نقول يعني الشهر وبصورة عامة إليك لأنه القراءة نحن سبعدنا بداية الشهر فممكن تكون يعني نظرة نلقيها على أخبار الشهر كلها بداية برج الجوزة طلعت لي ورقة غريبة جدا شوي يعني لفتت انتباهي بالفترة الحالية بالفترة الحالية أشوف البعض من برج الجوزة عندهم نوع من عدم الثقة بالنفس أكو شيء أو رحيل مفاجئ فقدان مريت به أو حتى انتقال ممكن نقول من مكان المكان أو من علاقة العلاقة أو ممكن يكون أكو شخص طلع من حياتك فجأة طبعا هاي قبل ما أحشى الطاقة العامة بس بصورة عامة أكو شيء لفت انتباهي فحبيت أنه أقولها قبل ما أبلش بقراءة بطاقة العامة اللي موجودة هي ورقة البعض منكم يا برج الجوزة أشوف رحيل هذا الشخص المفاجئ أو تصرفاته نوعا ما وياكم سببت لكم عدم ثقة بالنفس أكو اتزاز بالثقة عدتكم البعض منكم ممكن يكون حاليا مقانع عن وضعه مقانع عن شكله بصورة عامة حتى شون نقول يعني يأثر عليكم نفسيا البعض منكم ممكن محا بحالة يعني شون شكله أو مظهره بصورة عامة كله هو ما مقتنع به ده يحاول أنه يغير من نفسه التغيير طبعا إيجابي ولكن سبب التغيير هو شخص هذا الشخص أشوف ممكن أكو كلمة حشاها وهي الكلمة هي اللي خليتكم أنه تفقدون ثقتكم بنفسكم وتنقلبون رأسا على عاقب مع أنه برج الجوزاء مو منسفولة أنه شخص يأثر علي بكلام بالعادة هو اللي يحب يحكي دائما وثرثار بس أكو شخص أما قال أو تصرف تصرف اتجاه برج الجوزاء خلا برج الجوزاء بالفترة الحالية تقريبا ثقته بنفسه مو أقول شبه معدومة وإنما مهزودة فهو ده يحاول أنه يجمل نفسه في سبيل أنه ثقته ترجع له مو حتى هو يتغير أو يسوي تغيير إيجابي بحياته للأحسن لا وإنما ممكن حتى يخلي هذا الشخص اللي يحكي هاي الحكاية أو تصرف هذا التصرف ينتبه إلي هذا الشي غلط أنا ركزت على هذا الشيء بالبداية قبل ما أقرأ لأنه صراحة الورقة هواش ردتني يعني برج الجوزاء أنت مو أنت مو يعني شخص قل لك كلمة أثر عليك إذا أكو شخص قل لك مثلا أنت محلو أو أنه أكو أوه شن هذا العيب اللي بيك مو شرط هو يكون صادق ممكن هذا الشخص يكون هو متقصد قل لك هاي الكلمة حتى يقلل من ثقتك بنفسك أو يقلل من قيمتك أنت المفروض ما تنطي مجالي لهذا الشخص وما تثبت لهذا الشيء فخلي ثقتك بنفسك عالي أنت أساسا يعني متجدد دائما وجميل فإذا أكو أحد قل لك هيك كلمة أو ممكن يتكون الطاقة بعده يعني هسما متحققة ممكن شخص بالفترة الجاية رح يجي رح يحكي يك هاي الكلمة فإذا بعده هالي شخص مظاهر بحياتك وما حاتش أو ما تصرف هذا التصرف ومثلا هو تركك وراح الشخص وجوز أنت رحت وراه بعدين أنه هنا عندك طاقة مراقبة راقبت وشفت الشخص اللي هو راح وياه ممكن شفت أنه هو شخص يعني حلو أو مهتم بنفسه زيادة وعنده جاذبية فهذا الشيء سبب لك قلت ثقة بنفسك أنت لعب مو بيك أنت ما بيك عيب ومو شارطة كان هذا الشخص يعني أجمل إنه هو أحسن منك أكو أشياء ما تنقاس بالشكل تنقاس بالروح ف البعض منكم محتاج يسوي استشفاء محتاج أنه يرجع ثقة بنفسه مثل الأول وأكثر بعد هذا الشيء كلش ضروري لأن راح يأثر عليك مستقبلا أساسا على الوضع العاطفي هذا الشيء مأثر عليك أنت ما قاعد تقدر أساسا تبدأ بداية جديدة راح أحكيكم إياها بالتفصيل من نوصل للوضع العاطفي ها سخلونا نبلش بالطاقة العامة البرج الجوزاء طبعا هاي ورقتين طلعوا لي بالبداية أول ورقتين إلك واني خلط الأوراق وحبيت أركز عليهم لأنه حسيت أن هم مهمين الطاقة العامة إلك يا برج الجوزاء بالفترة الحالية آني أشوف أنه أنت عندك طاقة مراقبة عالية لشخص تحس أنه هذا الشخص عنده إسرار هذا الشخص ممكن تحس أنه عنده طرف ثالث بعض منكم هو فعل أن هذا الشخص عنده طرف ثالث وانت أساسا هذا الشيء راح تكشفه عن قريب إذا ما كشفته إن هاي الطاقة الحالية فممكن أنت تكون كاشف هذا الشيء أو أنت متأكد منه ولكن الحد الآن أنت ما لازم شيء بإيدك فأشوف عندك طاقة بحث في الفترة الجاية طاقة مراقبة بحث للشريك لأنه عندك شك أنه هو بالفترة الحالية أكد طرف ثالث موجود بحياته أو يشكك بمحلة راح يكون وانت راح تكتشف هذا الشيء لأنه هنا سيفنة فصورد مقلوبة فهذا الحرام ينكشف الورقة انقلبت بعد فالفترة الجاية انت راح تكشف سرع عن الشخص اللي انت حاليا قاعد الدور ورا الشخص اللي وراك أشوف أنه أكو شخص منسحب عنك شوي عنده عواطف مكبوتة تجاهك ممكن هذا الشخص يكون مو الشخص اللي انت حاليا قاعد دور ورا لا على الأغلب أشوف هذا شخص جديد أو ممكن شخصه من الماضي ويطالع من حياتك صالة فترة وديراقبك من بعيد بس هو متردد أنه هو يتقدم خطوة تجاهك ويبدو إياك بداية جديدة أو حتى يطلب منك بداية جديدة أشوف أكون هنا عواطف مكبوتة بس هذا الشخص راح يفقد السيطرة على مشاعره وراح يحاول أنه هو يجي يحكي إياك الفترة الجاية بس للأسف أنه أشوف ظهور هذا الشخص راح يكون بوقت غلط لأن أنت راح تكون بي مجروح أو دتعاني من انفصال مؤلم فممكن هذا الشخص يكون ظهر بحياتك بعد انفصال مؤلم أنت مريت بي أو دتمر بي حاليا فلها سبب أنت يعني سبحان الله هي الأوراق قاعد تسرسل القصة انقرت بس من الطاقة العامة أنت دتحاول تدافع عن نفسك تحمي مشاعرك وما تنطفرصه أنه أنت خايف أنت مثل ما قتلك كنت أريدي طالع من انفصال مؤلم أكون انفصال مؤلم وحاليا أنت بطاقة شفاء دتحاول أنه تستجمع نفسك ودتحس أنه أنت مو غير قادر على أنه حاليا تبدأ بداية جديدة أو تدخل بمعركة ثانية لأنه العلاقة اللي أنت تشنت سابقا بها كانت علاقة متعبة هوايا تطري تتحارب هوايا تطري تتواجه ناس هوايا حاولت أنه تحافظ عليها ولكن بالمقابل الشخص اللي أنت تشنت تحاول تحافظ على علاقتك ويهو شون مقدس ثقة لأنه أشوف أكو طرف صالح هنا موجود بين ناسكم والانفصال اللي بينكم مؤلم شون فالهسبب أنت خايف أنه تفتح قلبك أنت خايف تنجي رح مرة ثانية يا برج جوزاء عندك مخاوف من الرفض أو مخاوف أنه ترجع تنعاد بيك الأشياء اللي صارت قبل فالهسبب أنت دا تحاول مشاعرك بالفترة الحالية تتركها وتستمر بتباعدك أو مخاوفك وقلقك عندك مخاوف أنه أكو شخص راح يخونك وبكل لحظة أكو شخص راح يتركك حاول أنه تكمل فترة الشفاء اللي أنت بها لا تتردد حاليا أنه يعني تاخد خطوة جديدة أنا أشوف خطرة أخذ فترة استراحة مثل ما نقول حاول تطلع من الألم اللي أنت به تكمل استشفائك وبعدها أبدأ بداية جديدة ويا الشخص اللي جايك هسنا فصلنا الوضع لاتفي قبل منهتي الأملي خلونا نتقل للصعيد العملي الصعيد العملي يا برج الجوزاء أشوف أنه برج الجوزاء البعض من عدكم ممكن قبل ما هاي الظروف تصير كانت منتظر عمل أكو شغل ممكن أحد شان واعدك بي وكانت تشتغل أكثر من شغلة في سبيل أنه يتوفر مصاريف البيت إذا كانت أنت مسؤول عن عائلة طبعا لأنه قراءة عامة فممكن يكونون أكو رجال أيضا متابعين للقراءة فكانت أكو عمل ببالك أو ممكن حتى عمليا شانت تحاول تشتغل في سبيل أنه توفر احتياجات المنزل بالفترة الحالية أشوف بعض الظروف والحظر والمعرف أشوف أنه أنت حاليا ما عندك شغل أو نقول يعني شغلك في تراجع قاعد يتراجع 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 هذا الشي ده يأثر على نفسيتك هواية وده يأثر على بيتك على مصاريفك فده أشوف عندك تفكير كل شيء شبير بالعائلة والبعض من عدكم أشوف أيضا ممكن شان عنده بيع يعني يريد يشتري أقار أو حتى يبيع يعني كشراء منزل أو بيع منزل بس هذا العقار اللي موجود حاليا أنت هو قاعد تفكر هو يتريد أن هذا الموضوع يخلص ويتم بس ما قاعد يتم قاعد تصير تأجيلات ورا تأجيلات تأجيلات ورا تأجيلات فإذا كانت أنت عندك نقلة إذا تحاول تنتقل يعني فالنقلة متوقفة حاليا وهذا الشي محبطك وإذا كانت ناوي أيضا تشتري هم هذا الشي متوقفة عندك طاقة إحباط بموضوع يخص منزل أو ممكن حتى إصلاحات عندك ضرورية بالمنزل بس أنت ما قاعد تقدر أنه تصلحها بالفترة الحالية بسبب قلة المصارف اللي موجودة عندي طاقة بيته نانا طالعة فممكن أنت تكون حاليا يعني تفكيرك وتركزك الأساسي على البيت موضوع بيت سواء كان إصلاحات أو شراء أو بيع أو حتى نقلة من مكان للمكان أكو نقلة ولكن قلت لك أكو شوية تأخيرات الأمور خلال 6 أسابيع إن شاء الله من الناس اللي منتظرين نقلة أو يعني كعقار مازل خلال 6 أسابيع أشوف الأمور راح تبلش تتحرك وأريدي أكو موجودة نقلة فأكو نقلة إلك خلال 6 أسابيع هسا خلونا نيجو على الصعيد الصحي على الصعيد الصحي أشوف برج الجوزاء البعض من عندكم قاعد يعاني من ألام بالأقدام ومأثرة عليها هواية وأيضا أشوف البعض الثاني بالنسبة للنساء أشوف أكو حمل أما أنت حاليا حامل أو راح يكون عندك حمل بس الحمل راح يكون متعب فاللي مطلوب منيش بالنسبة لبرج الجوزاء النساء الحوامل المطلوب من عندك أنه تحافظين أو ديرين بالك على نفسك خلال هاي الفترة بأي مواضيع يعني بمواضيع تخص الحمل والولادة فممكن أنه أما أنت كنت يحامل وهذا على الأغلب أنه أكو بعض النساء حوامل حاليا فهذا الشي ده ينطيك إشارة أنه خلي بالك من نفسك هاي الفترة وحملتي شوية راح يكون متعب بالنسبة لك إذا كان حملت جديد فأكو حمل متعب راح يكون اللي يريده من عندك يعني إن شاء الله يعني خير لا تخافون بس حاولي أنه تهتمين بنفسك وتركزين على نفسك بصورة قوية خلال هاي الفترة لأنه هنا قاعد أشوف متاعب على صعيد الحمل هاي بالنسبة للنساء وللصحة أما بالنسبة خلي نشوف الوضع العائلي لبرج الجوزاء برج الجوزاء على صعيد العائلة أشوف أنت ممكن عندك خلافوية أحدة من العائلة كأن يكون أخ أو أخوت على الأغلب يكون أخ صاير بينك وبين كلام أو ممكن هذا الأخ أو مشارط أخي يعني شخصه من العائلة ما أخذ منك حق أو أنه حاش عليك شي ضرم المهم قاعد أشوف أنه إليك حق يم شخص من العائلة وأنت نوعا ما مأيس أنه هذا شخص راح يرجع لك حقك منتظر من عنده أنه هو يجي يصال حقك أو حتى يرجع لك الحق اللي ما أخذه من عندك ولكن هذا شخص أشوفه شوية كلام حاد فاحذر بعض النزاعات مع الأخوة خلال هاي الفترة يا برج الجوزاء وخاصة على الأشياء ممكن أن يتخص نقول أوضاع مادية كورس يعني أشياء تخص المادة بالذات فأشوف أكو أحباب عندك من ناحية هذا الشخص اللي موجود بالعائلة بس الأمور تبلش تتصلح بعد رسالة وتدخل من شخص أكو شخص راح يتدخل ممكن تجيك رسالة وراح تنحل يعني هي مشكلة ممكن راح تصير طفيفة بس تنحل بعدها لا تخافون خلونا هسا نيجي بالتفصيل على الوضع العاطفي حيشان هوايا نحن ببداية الفيديو على الطاقة العامة هسا خلونا نركز على الصعيد العاطفي بشكل تام برج الجوزاء مثل ما قلت لكم طلعت لي هنا طاقة المنفصلين المنفصلين قاعد أشوف أنه أنت تريد تبدي بداية جديدة ولكن أنت ما عندك القوة أنه أنت تبدي بداية جديدة ما عندك القدرة أنت مواثق من نفسك زيادة بالفترة الحالية أكو تردد ممكن أكو أشخاص حاليا بحياتك موجودين داي حاولون يتقربون من عندك ولكن أنت ما قاعد تعرفش تريد أكو هوايا أشخاص خاصة بالتواصل داي حاولون يتواصلون approached داي حاولون أنه يتقربون من عندك ولكن أنت طاقتك العامة أنت ما قاعد ما قاعد تقبل أنه هدول الأشخاص يدخلون حياتك لأن عندك تردد عندك مخاوف عدم ثقة بسبب أزمة مريت بها من الماضي ممكن هي نفسها تشمل الشخص اللي طالع من حياتك صار لفترة ممكن ست شهور ممكن ست أسابيع هذا الشخص من راح أو من طلع من حياتك ما طلع من حياتك بسهولة لا هو عرف أحد عليك وأنت وردي عرفت أنه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث وهذا الشيء اللي يسبب لك عدم الثقة بالنفس بالورقة اللي طلعت لك بالبداية أنت غير راضي عن وضعك بالفترة الحالية نفس الوقت أشوف البعض من برج الجوزاء حاليا قاعد يحاولون أنه يرحون منحة الاستقرار منحة الزواج أنه هو ميريد بعد يبقى يدخل بعلاقات فاشلة يطلع من عندها مجروح لا هو قاعد يفكر على مستوى يعني معين بالعلاقة هو دا يريد علاقة تتكلل توصل للزواج علاقة جدية علاقة غير متعبة على عكس العلاقة اللي كان مار بيها بالسابق علاقة كانت كلها تعب كلها مسؤوليات وكان بيها طرف ثالث موجود وإنت عندك علم بهذا الطرف الثالث وإذا ما كان عندك فراح الفترة الجاية تعرف بس على الأغلب أنت عارف وهنا أنا عندي أوراقة أنه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث وهذا الشخص هو كان متعبك بالعلاقة مأثر عليك هوايا ويجرح بالكلام هذا الشخص يجرح بكلامه يحب يسيطر يعني يركز على العيوب أكثر من المميزات يعني شخص سلبي إنسان سيء رغم أنه أشوف هذا الشيء ما متناسب ويعمره ممكن تكون طاقة شوية كبيرة هنا طالعة يمي طالعة يمي طاقة الكوين طاقة تينوفون فهو يعني من تشوفه هو شخصية وشخص تعبان على النفسه ممكن عنده مسؤوليات ولكن هو نوعا ما أشوف أنه يجرح بالكلام هو بالكلام يحجي بصورة حادة وجريئة ويركز على العيوب ممكن هو اللي يحاول يقلل من ثقتك بنفسك أو يقلل من قيمتك حتى يسيطر عليك عنده هيك طاقة أكو ناس يتقلل من قيمتك وتضغرك بعين نفسك في سبيل هي تجي تسيطر عليك حتى أنت تقول أوه هذا شخص قاعد يحكي ويايا وهو هيك شو هيك شايفني أو أنه يقنعك أنه أنت بهك خطأ يقنعك أنه أنت مثلا ما تستحق أنه واحد ينطيك قيمة عالية وبعدين هو يجي ينطيك هاي القيمة ويسيطر عليك بها طبعاً ها شخصية الإنسان النرجسي وأساساً هنا إذا شوفوا أنه العلاقة ما لاتكم علاقة بها كارما فعلاقتكم كانت تدور بنفس المكان كان بينكم أكو طرف ثالث مؤثر على العلاقة والطرف الثالث هنا هو امرأة طالع يمي موجودة أما هذا الشخص ممكن متزوج أو تركك وراح تزواج فأنت هذا الشيء متعبك بس اللي قاعد أشوفه أنه العلاقة اللي بناتكم القدر توقف عن دعمها فحتى هذا الشخص إذا رجع مرة ثانية إذا أنا يشوف أنه راح يحاول يتواصل يحاول يحاول هاي الفترة حتى لو كان بعيد بس الرجوع ما راح يتم يعني راح ترجعون حتى لو حشيته فترة راح ترجعون تفترقون لأنه القدر توقف أنه يدعم هاي العلاقة العلاقة هاي توقفت خلاص انتهت بس أنتو اللي قاعد تحاولون أنه تمشيوها هنا ودتقنعون نفسكم أنه ما كوش ينتهي هو دا يشوف أنه ما كوش ينتهي هو منتظر فترة ممكن أنت تنسى موضوع الطرف الثالث اللي موجود واللي راح يظل أساساً موجود وبعدها راح يحاول يجي يحكي ويصالحك يأثر عليك بكلمة كلمتين يعني يعرف أنه أنت عاطفي وهو مؤثر عليك أساساً وموصلك الطاقة أنه أنت ما تقدر تبدو هي شخص غيراً أنه هو شخص المناسب وهو بس هو اللي يرايدك وبس هو اللي يمعبرك مثلاً ما نقول مع أنه أنت قيمتك أكبر بس هو دا يحاول يوصل لك هاي الفكرة في سبيل يبقى مسيطر عليك وش وقت ما يطلع من العلاقة يرجع مرة ثانية ببينوتكم يعني يرجع يحاول يضلل عليك ويرجعك إلى فهذا الشخص أنا أقول أنه تركه وأنت متردد أنه أنت تبدع حالياً بعلاقة جديدة وأني أساساً قاعد أشوف أنه أنت من الغلط أنه تبدأ بعلاقة جديدة هسا فأتروح وأخذ فترة علاج لحد ما تحس نفسك أنه أنت يعني استعدت ثقتك بنفسك رجعتها مرة ثانية وحب نفسك أولاً حب نفسك حتى الناس تحبك أهم حب هو حب النفس فما أقول لك تصير أناني ومغرور بس يعني حب نفس شرط لازم تحب نفسك تقتنع بها حتى المقابل يحبك لأنه نحن كلنا طاقة فأنت هسا الطاقة إذا تصدرها للناس أنه أنت شخص ما عندك ثقة بنفسك شخص مهزوز فبالتالي راح يجيك شخص هو قاعد يدور على هي تشفريسة هي الطاقة راح تسحبك ما راح يجي هذا الشخص إليك راح يحاول مرة ثانية يسيطر عليك راح يصير بيك نفس الشي اللي يصار وياك ويا هذا الشخص راح يحاول يرجع مرة ثانية هو يسيطر عليك سيطر علي مشاعرك وبعدها راح يحمي تركك وراح تكون بحالة نفسية أسوأ من قبلها فأول شي حب نفسك راجع نفسك رجع ثقتك بنفسك حاول تسوي أشياء تعزز الثقة بالنفس خلال هاي الفترة بعدها ادخل بعلاقة وكمل حياتك طبيعي ولا تنطي هذا الشخص فرصة في حال رجع لأنه واني أشوف هو منتظر وامراقب حاليا احتمال يتوصل لياك عن قريب ففي حال تواصل لياك هذا الشخص اللي أشوفه انه تقطع فورا لأنه هاي العلاقة توقف القدر عن دعمها شيء لازم ينتهي يعني صفحة لازم تنطوي خلاص خلصي قبل ما لنهي القراءة خلي أقولكم الأبراج اللي طلعت لي برج الحوت طلع مارتين برج الحمل عندنا هنا برج الثور برج الأسد برج السرطان برج السرطان مرة ثانية الطاقات اللي كانت موجودة هي طاقات مائية ونارية هوائية ترابية قليلة جدا يعني بس عامة الطاقات هي تشانة نارية ومائية كل التوفيق لكم برج الجوزاء إن شاء الله القراءة الجاية أشوفكم بوضع أحسن وبحال أحسن وتبدأون بدايات جديدة والذكروا دائماً الحاجة اللي قلت لكم يا بالبداية حاول تحب نفسك حتى الناس تحبك لأنه إذا أنت ظليت بهاي الصورة المهزوزة اللي ما أخذها عن نفسك ما راح تلقي الخيار المناسب ما راح يجيك الشخص اللي أنت تنتظره راح يجيك شخص مثلك يحاول يسيطر عليك ويتعبك فقط فحب نفسك أولاً وبعدين فكر بالناس أنه هي تحبك ما تحبك يعجبها شكلك ما يعجبها أهم شيء قناعتك أنت بنفسك كل التوفيق لكم برج الجوزاء سأولي كذا عزبتكم القراءة تركوا لي آراءكم وبتوان إن شاء الله أتقيكم ترجمة نانسي قنقر